طيب الجديد بس قبل ما نستقبل ضفنا طبعا العزيز جدا على قلبي خليني أقول لحضراتكم أنه كان فيه النهاردة اجتماع الاتحاد الكرة تاخد فيه بعض القرارات بناء على توصيات نيلو فينجادا المستشور الفني للاتحاد الاتحاد المصري لكرة القادة موافق برئاسة طبعا أحمد مجاهد رئيس اللجنة على توصية نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد بتعيين شوئي غريب مديرا فنيا للمنتخبة الأولمبي المقبل لهم موليد 2001 واحد هيكون معافل جهاز معتمة جمال مدرب عام مع وقل رياض مدرب ومعطر سليمان حراس مرمى وكمال عبد الواحد معد بدني كمان وافل الاتحاد على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديرا فنيا لمنتخب الوطني الناشئين دول موليد 2006 مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في أداء مهامهم تم ايضا اقرار او اتخاذ قرار بتعيين علاء عبد العزيز مديرا لمنتخب الأولمبي وايمن حافظ مديرا لمنتخب الشباب موليد 2003 وايمن زين طبيبا لمنتخب الأولمبي كمان قرر اتحاد اختيار وليد العطار المدير التنفيذي رئيسا لبعثة منتخب الوطني للكورنساقية تحت 20 سنة للكونغو لأداء مباراة العودة في تصفيات كاس العالم دي قرارات اتحاد الكورنة اللي لسه طلعة طازة خلينا نتكلم أكتر على الأهلي وطبعا مطش مباراة امبي الأخيرة اللي منها هنطلق لبداية موسم جديد هنتكلم على شكل الأفضل وسيناريو المسابقة الدولي العام هنتكلم على دور ربطة الأندية هنتكلم طبعا على مطشاط مصر مع ليبيا زهابا وآيابا مع واحد من النجوم النادي الأهلي وحالس مرمى متميز الحقيقة كابتن أحمد فوزي ضيف عزيزة علينا دايما فيه أستاذ السم سخير كابتن أحمد أحمد سهلا يا أبو حميد إزاي الصحياتك عامل إيه إزاي كنت نور الدنيا رأيك بس في الطازة ده إيه الأخبار يعني الطازة غريب شوية يعني بص أقول لحياتك حقيقة أنا عندي اقتراح إن اتحاد الكوري يخلي زي ما نقول في إنجادة المدير الفني يخلي كابتن شوية غريب مدير مشروع للمنتخبات الوطنية مدير مشروع للمنتخبات الوطنية طالما بيطلع من المنتخبات الكبير على القلومبي على القلومبي اللي بعده على القلومبي اللي قابله يبقى ثابت على فكرة أنا مش باتحك ولا بيهرج ولا بيقول حاج أنا بقول يبقى فعلا زي في أوروبا بيعملوا إيه بيجيبوا مدير فني كبير يمسك المنتخبات الوطنية كلها وبيجيبوا واحد لكل مرحلة سنية ويبقى ثابت عشر وخمستاشر سنة ويطلع من تحت إيده حاجات إنما مش كلام دي حكي بقى عدقون أو إن المنتخب اللي قلومبي ده سنة وخلصت نروح نمسك كابتن شاو غريب خلص المنتخب ده نمسكه منتخب أول ونرجع نمسكه منتخب قلومبي يعني التكرار في حد ذاته مش هيبرز أي إنجازات إلا إن أنت تكون مستعد إن أنت تبقى زي ما بقول لحضرتك مدير منتخب ومدير منتخب هنسميك مدير منتخب قلومبي هات مدير منتخب قلومبي بقى كابتن شاو غريب معروف على طول إنه هيمسك المنتخب القلومبي اللي رايح أي بطول يبقى أنا كده سابت وفي نفس الوقت ما خسرتش حاجة وقلت للناس قلت المداربين التانيين ما تكتهدوش في المنتخبات ما تفكروش في المنتخبات فكروا في الأندبس ما يمكن عشان الرجل تصحب مشوار طويل وخبرات كبيرة يعني فممكن نقول نراهن عليها أكيد أنا عشان كده بقول لحضرتك كي إنت معترض أن يكون مدير فني منتخب وقلومبي عايزه يبقى مدير مشروع مدير مشروع كامل يبقى أنا هلعب بسيستم كامل للقرى المصرية يتولىها كابتن شاوية غريب من الناشئين من تحت لحد ما يوصل لمنتخب قلومبي يبقى هو مدير التلت منتخبات طيب عظيم كده دي فكرة ممتازة وكويسة جدا بس هي يمكن تكون في التطبيق هتزعى المديرين الفنيين هوا مدير الفنيين زعلينين كده كده طيب خلينا نقول لحضرتكم برضو ونستقبل أسئلتكم على صفحتنا على السوشيال ميديا اسأل كابتن أحمد فوزي وكابتن أحمد يجاوب على حضرتكم طبعا مع الهوى بس خلينا الأول أروح لتقييم سريع راضي عن مبارات راضي عن كورة الأهلي ومستوى الأهلي في ناشئمبي لسه ولسه والناس لازم تبقى عارفة أن النادل الأهلي خارج من معركة معركة يعني قوية جدا الموسم اللي فات وضغط غير طبيعي والضغط ده مش هيروح في شهر ولا اتنين هيروح في فترة ثانيا اللعيبة ممكن تكون وده اللي لازم يوصلها أن جمهور النادل الأهلي ما بيشبعش من البطولات لازم ممكن تكون رياحة شوية ممكن تكون إن كانت دخلة موتش الجيش وهي ضامنا للمكسب وأكيد دي رسائل جاية لها الحالفة دي أول مطش أول مباراة يخصرها أهلي من الجيش في كل المطشط اللي لعبناها في تاريخه كان الأهلي يستحق الخسارة في المطش ده يستحق الخسارة لا يعني الشوط الأولاني في اتنين ونطلع على اتنين سفر مستريحين محمد شريف بس يعني خلاص بقى أنت هو أوت فورمو وكرة مش ماشية معاه عشان كده بعد الشوط الأولاني آه ما نستحقش نكسب يعني الطبيعي بتاعنا الطبيعي بتاع النهار الأهلي في الشوط الثاني الإصرار على المكسب بيزيد ما كانش يظهر في مطش الجيش خالص في فرق أو إيه الفروق اللي وضحت بالنسبة لك في مباراة أم بي مباراة أم بي من ديئة واحد للديئة تسعين وإحنا بندور على هدف المكسب يمكن بعد هدف المكسب تراخينا شوية أحرزنا هدف تاني اللي هو ما تحسبش بتاع حسام حسن إنما من ديئة واحد للديئة تسعين بنضيع من من فترات بعيدة أشوف النادي الأهلي بيعمل شوتينج تصويب ما كانش موجود لفترات كبيرة لقينا السولاة بيشوت لقينا ديانج بيشوت لقينا حسين لا اسمه مكسوني شاط واحدة شريف شريف يحاول يعني فيه الإصرار والرغبة تقريبا خط نص الأهلي بالكامل مع خط هجوم النادي الأهلي بالكامل كلهم ليهم محاولات على المرمى يعني أفشا ليه فرص عبدالقادر ليه فرص مكسوني لما نزل ليه فرص شريف ليه فرص الوحيد اللي ما جاتلوش حاجة كهرباء وكان بيحاول وصنع كتير أو حاول أنه يصنع ولكن ما جاتلوش حاجة على المرمى إنما معظم معظم اللعبة كان فيه أنت كنت حاسس أن فيه إصراء عكس الماتشي القبليه الماتشي القبليه كان فيه حالة من التراخي بينه ممكن يكون تعب ممكن يكون إجهاد ممكن يكون عدم تقدير موقف ممكن يكون عدم تركيز إنما في العموم ماتشي أمبي أحسن شوية مش هقول لك خلي بالك كلمة أحسن شوية دي وراها حاجة تقوى إحنا ما وصلناش للفورم الطبيعي بتاعنا له مفهو ما وصلناش لطريقة لعب النادي انت لعبت بجناحين عكس الجناحين اللي قبليهم مونش اللي قابله خالص. الجناحين اللي قابليهم طيرين. لأ ده دول عب قادر بيخش ويستلم لجوه. كهرباء بيخش ويستلم لجوه. ويسيب مساحات للطرفية. فاستايل لعبة عب قادر وكهرباء غير حسين وغير طاهر. حسين وطاهر بيلتزموا بالخطوط أكتر. تمام. عكس الاتنين التانيين على طول بيخش جوه. حتى مكسيكوني لما نزل. مكسيكوني لما نزل. ده نزل وبقى ابتدى يخشي لجوه. لأ هو تحركات وتمركزات لعبة النادي الأهلي في مباراة أمبي تختلف تماما عن مباراة جيش. كلياتا كلياتا. عشان كده لقينا محاولات أكتر لقينا. مين لفت نظرك في الفرقة كابتن أحمد. ما بص الناس عملا تقول مكسيوني مكسيوني. لا يا جماعة لسه بدري. احنا جايبين لعيب محترف لعيب. لعيب محترف يبقى انت عشان تقيمه تديره شهرين ثلاثة هو لعيب كويس. واعي. احنا جايبينه عشان هو لعيب كويس. ما أكد الأهلي مش هجيب لعيب. ما هو ده اللي أنا عايز أقوله. ما هو اللعيب اللي هيمسل إضافة في النادي الأهلي ساعات كتير قوي تيشرت النادي الأهلي بيبقى تيشرت العدي. ايه. خلينا بس يبقى ايه. يعني مفيش عندك الجواب بيبمن عنوانه. لا. مفيش. لا. ليه. لأن ساعات هقولك حاجة. لما جبنا شريف كنا متوقعين ان شريف يتقلق بالطريقة دي. لا. طبعا. طيب أفشة لما جه في ناس ما كانتش موافقة على الصفقة من أصل. بقى نجم الفرقة في الوقت الحالي. حسين الشحات عامل ضجة في الوطن العربي. جه أول سنة ونص ما كانش موافقة. عشان كده ما تقدرش تحكم على لاعب اللي بعد ثلاث شهور. طيب أنا بس بقال لك تحكم عليه. بس تقييمك لزهوره. يعني أحمد عبدالقادر زهر في المباراة أمبي. ميكي سوني زهر في مباراة أمبي. حسين حسين ظهر حتى ولو لوقت المصير. عابقادر لو خد في النادي الأهلي بصفة منتظمة هيبقى نجمة فرقة النادي الأهلي. دي وجهة نظر. إمكانيات مهارة قدرات باصنج استلام تحرك رؤية. الحاجات دي موجودة عند عابقادر. ينقصوا حاجة واحدة البناء العضلي. عايزي اشتغل على جسمه شوية. ده لازم. لو عايزي لأنه مستوى للتحمات في سموحة عكس مستوى للتحمات. مثلا في أفريقيا. لا لما تلعب في النادي الأهلي. بتلعب فرقة في أفريقيا مستوى للتحمات هيبقى أقوى بكتير. مثلا هقول لك مثلا سواء كمحمد صلاح شوف الفرق من محمد صلاح في المقاولين وبفازل ولما راح تشيلسي وبعدها روما وبعدها ليفربول. هو أنت لازم تشتغل مهاريا كويس أول. تمام. بس لازم تشتغل على الجانب العضلي لأن القوة أضع دائما. بعد كل م Melanie لأن هذا يحب ليس بحقك. السيطر لا تنقص على القادمة. cyt كي ترى أنه غير السنة التي فاتت خالص. فقط في شط غير السنة التي فاتت خالص. السيال المشكلة في الاستمرارية بتاع الكهرباء. هل هيستمر؟ أفشا وشريف. في حالة من عدم الاتزاه. لكن في العموم نعرفينهم وعرفين إمكانياتهم كويسة. أحسن واحد في الفرقة واللي صعب أن نقعد. واللي نتمنى أن نقوم بمتواجد على طول هو ديانج. فعلا. قدم مباراة. أروع ولا أروع ولا أروع. بصراحة وبعدين يعني شايل. السولية كان بيطلع قدامه. هو بيلعب أربعة واحد. بيلعب سويبر لخط المنتصف كله. ومؤدها على أحسن ما يكون. فأعتقد أن ديانج كان من أحسن الناس الموجودين في الفرقة. مرحلة أعتقد يجب استغلالها بأفضل شكل ممكن. مرحلة جاية. عندنا تعقفات دولية. الفرقة هتشتغل يعني بشكل في إيقاع هادي شوية. شايف أنه إزاي مستر المسلماني شايف نستفيد بالمرحلة دي إزاي. وتحضر للجاي لأنه أول ما العيجة للدور. تقريبا. مش تاخد نفسك. مش تاخد نفسك. بزبط كده. يعني أنا شايف أن أهم حاجة دلوقتي. زي ما اتفقنا النادل أهلي كان بيعاني السنة الفرقة ناحة البدانية. يبقى لازم أحضر الفرقة بدانية جدا 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 ناحة البدانية. نمرة واحد. لازم أغير طريقة اللعبة أربعة واحد ثلاثة. أربعة اثنين ثلاثة واحد. ولازم ألعب في وقت من الأوقات بأربعة واحد ثلاثة اثنين. عنده فترة مستر بيتسون ويشتغل على فترة تغيير الخطة أو تغيير طريقة اللعبة. أكيد. أكيد وجود حسام حسن جمي محمد شريف في بعض الأوقات هيبقى أساسي خاصة في المبارات اللي أنت. هاستلعب بإيه؟ شايف الطريقة الأنسى؟ أنا قولت ممكن ألعب أربعة واحد ثلاثة اثنين. ممكن أربعة واحد أربعة واحد. أصلا عندي ديانج بيعمل حتة دي كواس أول. ليه ما استفدش بالناس اللي قدامه كلهم يهجموا؟ أيو. أنا قلت أربعة واحد أربعة واحد دي والناس قلت لي إزاي يعني العالم كله بيلعب أربعة اثنين ثلاثة واحد. ما هي هي. قلت له ما يلعب زي ما يلعب. هي طريقة. عرفك أربعة واحد أربعة واحد هي هي خمسة ثلاثة اثنين بطريقة جديدة. مظبوط. هي هي خمسة أربعة واحد بطريقة هجومية. ممكن أن تبقى أربعة واحد أربعة واحد هي أربعة ثلاثة اثنين واحد. لو أنت عايز تسميها بالمسامة الجديدة. حسب توظيف اللعيبة والمهام اللي يدوها في الملعب. مش مشكلة الشكل التنظيمي إيه. المشكلة الشكل الخططي في الملعب إيه. انت بتتحرك إزاي. انت بتحرك الناس اللي جاي من تحت إزاي. انت بتوسع اللي جايين من تحت إزاي. السويبر اللي بيشتغل ده. لما بيطلع يهاجم أكيد في واحد بنزل مكان. فهي الطريقة مش أكدر. المخرج إيه من دايلامت الموسم اللي جاي. التصورات اللي تم الإعلان عنها. إما ان احنا نكمل بشكل تقريدي. في الحالة دي هنطول لغاية سبتمبر. إما ان احنا نحط دوري المجموعتين. والسيناريوهين بقى الخاصين بكل التصور. هتراحهم عليك وشوف رأيك فيهم إيه. وإيه لي حقق مصلحة مشتركة للجميع. على مستوى اللعبين والأجهزة. على مستوى الأندية. وبالتأكيد طبعا في المقام الأول. مساحة منتخب مصر. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكلم كابتر أحمد في رؤيته. وفي وجهة نظره فيما يتعلق بشكل المسابقة في الموسم الجديد. نرجع لحضراتكم مرة تانية ونرحب بكابتر أحمد فوزي. وكان سؤالنا على شكل المسابقة والتصور الأفضل بقى من وجهة نظره. لمسابقة الدوري في الموسم الجديد. أنا رأيت أن الدوري أحسن حاجة يتعاب من دور واحد أو مجموعتين ويخلص قبل شهر خمسة. دي وجهة نظر. نحن نشير في واحد يلاقي يأكل فبيستلف. السنة اللي بعدها بيستلف. السنة اللي بعدها بيستلف. السنة اللي بعدها بيستلف. هتترككم عليه الإستلافات دي هيجي في سنة واحدة مش يلاقيها حاجة. هل لقينا دخلين في شهر واحد السنة الجديدة. لا إحنا نخلص السيناريوتي ونخلي الدوري يخلص شهر خمسة عشان نبتدي المواسم بعد كده متتالئة إيه السيناريو الأقرب من وجهة نظرك؟ يعني بص أنا قلب لأي حاجة السيناريو الأقرب من وجهة نظري أعتقد أنه بأحسن سيناريو ألعب دوري من دور واحد في ملاعب محايدة وأخذ تمانية أو عشرة ويلعبوا مع بعض وينزل بعد كده لأن التمانية أو العشرة أعتقد أن استحالة من دور واحد يخرج الأندية الكبيرة عن التمم فرق تمام استحالة تمام؟ لو حتى فرقة غير موفقة في دور استحالة يعني هتقلها عن ترتيبها يتراجع قويلا يتراجع عن التامي والعكس صحيح لو فرقة موفقة في الدور الأولاني من الفرقة اللي بتنفس تحت استحالة تقض لحد الدور الأولاني ما يخلص تمام وبعد كده التمانية اللي فوق يعني التصور دي همبدأ تكافؤ الفرص من وجهة نظري تماما لأن التمانية اللي فوق بعد كده هيلعبوا بعض والعشرة اللي تحت هيلعبوا بعض هما العشرة اللي فوق هيلعبه بعد والتمانية اللي تحت هيلعبه بعد العكس العكس يعني كان كده أو كان كده ممكن نرجع يقولك تسعة وتسعة مثلا برضه ففي الحالة دي هيبقى فيه تكافل فرص تماما من وجهة نظري ديني مرواح الأهمية في كده إيه أن أنت هتقلل عدد مرشاة الدوري حوالي مثلا عشرة خمسة إبقى أنت بتقلل تناشر مباراة تناشر مباراة بتناشر أسبوع بثلاث شهور لا أنت هتقلل عندك سبعتاشر وهتلعب تسعة لا ستة عشرين هتقلل تمن مطشات بس ده في العشر آآ ده في العشر آآ آآ اللي هما الأهم اللي بيشاركوا في أفريقيا آآ في التمانية اللي بيشاركوا في أفريقيا هتقلل لهم آآ هتقلل لهم كام عشر مطشات عشر مطشات عشر مطشات يعني شهرين ونص تقريبا صح؟ طب تخيل بقى أن احنا وصل لك أسعاد شهرين ونص احنا بناءكم ناعب تسعة عشر مطش في ثلاثين يوم آآ أيها تسعة عشر مطش في ثلاثين يوم تتكلم على الطبيعي بس أعدت بعدك قابليها سبعتاشر مباراة بتلعبها في إيه؟ في حوالي سبع شهور آآ يعني القصة في الأول وفي الآخر مش تحديد المشكلة أن أنت لو وصلت كاس علىها ممكن ما تلحقش الكامل للدوري اللي خلاص تلغيه وتعمل زي دوري بتاع تسعة وتمين تسعين لو تفتكروا بتاع كابت الجوهري لما لغير فأنت غزبا عنك أنت لو ما تخدتش إجراء حاسم دلوقتي وقلت دلوقتي يا أم مفيش لأن أنت السنة جاءة لو لعبت دوري كامل هتخلص شهر عشر هتبتدي لبعضه في أحداشر تخلص شهر أحداشر وهكذا دوليك الكاس بمناسبة أنك بتقول احتمال الدوري يتلغي لو وصلنا كاس عالم الكاس تفتكر هيكمل أعتقد أنه ممكن يلعبوا الكاس بدون الدوليين زي ما عايزين يعملوا كاس الرابطة عشان خطر المش دوليين يلعبوا ده بقى أحسن اقتراح من وجهة نظري لأن فيه ناس بتقعب بالشهرين في بيوتها ما بتلاقيش حاجة يعني أحسن حاجة تعمل الكاس الرابطة ده من وجهة نظري للناس اللي مش دولية تمام لأن ده تلعب اللعيبة اللعيبة نحن ربوط طيب تعالي نستعرض كده الجمهوري قال ايه في موضوع الموسم الجديدة وقراء الجمهور حسين على تويتر بيقول مساء الخير يجب أن يكون دوري من دور واحد تمام ده من دور واحد بس يعني مش عايز حتى أنه يبقى فيه لا صعب 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 تخلي بال بال يعني تكافؤ الفرص مش هيبقى عالي تمام طيب فادي محمد أتصور أن الدوري هيبقى زي المواسم المقبلة وبعيدة عن ضغط المباريات وكل أربع أيام مطش وفرص الأندية المشاركة في أفريقيا تلعب من غير ضغوط وتحياتي لك استحالة استحالة برد مش هنلحق نروح للبعده السيد شمس يبقى دوري مجموعتين ونخلص بدري ونبدأ زي العالم كله يا فكرة نحن نبدأ زي العالم ده يعني بقى في حد ذاته بقى العكاة يعني نستخد نستبتدناش دوري فيه ناس بتلعب في الموسم السادس في الأسبوع السابع والسادس حسن درويش ممتازة بس يا رب تكمل والكلام اللي بيتقالي يتعمل ماشي معافي يلا محمود أبو أحمد من دور واحد عشان نتجنب تلاحب الموسم والأهلي فوق الجميع ده جزء يعني كل الناس متفق الجمهور راضي بده طبعا يعني الأندية هتتفق تفتكر لا عمرنا ما نتفق على حاجة ولو ما اتفقناش هبقى قولك مين أو الناس مش هتتتفق الثلاثة اللي سعادين من تحت مش هتتفق على أنا شايف من النهاردة اعتراضات ناس بتقولك لقى عايزين نلعب دوري كامل الحاجة الثلاثة اللي سعادين من تحت يقولك أنا طلعت الدوري ممتازة عشان نلعب الموتشات كلها هتتحقوا عليها هتتقار تسوني رأي الأندية شايف أنها لابد أنها تكون استشارية ولا لابد أنها تكون ملزمة صلاحية دور الرابطة واللي بتتكون السنادي صلاحية الرابطة دي الرابطة دي شيئنا ما أبينها هتحصل هتحصل السنادي زي اللي بعدها مفروض أنها تحصل حصلت خلاص حصلت أنا رأيي بقى الدور دة بالذات الوحيد اللي يتاخد فيه قرار من اللجنة السلسية ويسيب بعد كده الدوري السنادي مش لجنة السلسية كانت الدوري السنادي رابط تاندية أنا ما كنتش عايز دي أنا كنت عايز القرار يتاخد للدوري من دور واحد اللجنة السلسية توافق عليه ويتاخد الأمر وبعد كده يبتده يكونوا الرابطة فلما تتكونوا την رابطة بقى يبقى المواسم القادية طيب لما تيجي تقولي لو تم الاستقرار لا احنا هنلعب دوري دورين زي ما بنعب كل السنة مين يدفع الفاتورة ومين اللي هحسب عليها الفاتورة اللي هتفعل هندي اللي بتلعب في أفريقيا اللعيبة اللاعبين شوف انا بقول ايه اللاعبين بتوع المنتخبات سواء منتخبات المصرية او المنتخبات اللاعب بتاعتنا محترفة فيها مثلا زي النادي اللي هنالي مثلا عالي مع الولد يانج مثلا ومناحة التانية في هنديها كتير كده دي اكتر ناس هتتعب السنة دي وفع حرفيا هيتصابوا مرة واثنين ومش هنقدر احنا كنادي مثلا لعبتنا لعبتنا هتتعب جدا 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 لان المستوى مشاركة بطولات افريقيا مستوى مشاركة في البطولات الدولية للمنتخب المصري مستوى مشاركة على المستوى المحلي هتبقى المشكلة كبيرة جدا مع وضد فكرة انه يبقى في منتخب للمحليين ممكن يسمح لهم بمشاركة في بطولة من البطولات يا عندنا كاس العرب لازم كاس العرب ده ما يروحش فيه المنتخب الكبير دي وجهة نظر يعني ما يروحش في المنتخب الكبير ما نروح بالمنتخب الاولمبي نروح بالاولمبي احنا لسه المنتخب الاولمبي اللي مش موجودين في المنتخب الاول اللي كانوا لسه ماشيين من اليابان ممكن كابتن شاوء غريب يجمعهم ويضم عليهم 3-4 لعيبة من غير المنتخب ده ويروح يلعب بيهم وهتبقى نواة هتلاقي لعيبة ظهرت انت ما كنتش عامل حسابك عليها اصل طيب خلينا نروح لأسئلة الجمهورة عشان ندي بردو مساحة انه جاي لك اسئلة كتيرة كابتن احمد سيد بوفن الاسم باية ايه باية طبعا من مين اكتر الحراس المصريين اللي عندهم فليكسبيليتي يعني مرونة اه 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 قدر بيكلام عليك انت بيقولك ان كابتن احمد من اكتر حراس المصريين اللي كان عندهم فليكسبيليتي كان وسطه استك الله يسترك يا عمو بوفن الله يسترك ربنا يكرمك احمد سكران ايه رأيك يا كابتن احمد في حراسة مرمى هل الاهل يحتاج لحرس مرمى في مستوى الشنوي اعتقد ان لو مش دلوقتي هيبقى بعد كده اكيد لان بالتقدمة ومشكلة ان بالوقت مش النوي اكيد لو قدر الله يحصل له اي حاجة لازم يكون واحد قريب منه جدا 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 علي لطفي بيحاول بس علي مستوى مشاركاته السنة اللي فاتت ما عجبنيش ومصراحة يعني كل الماتشاط يعني اذا اقولك عشان احنا بنعمل انا مش ابتغل الزمالك بس اللي كان موفق فيه يعني كل الماتشاط اللي رغم قلة مشاركاته لكن كل الماتشاط اللي شارك فيها علي لطفي انا مش ده مش رأي يعني ده كان رأي الجمهور احنا بنعمل رانكينج لكل ماتش كده فدايما علي لما بيلعب تلاقي جمهور متديله متديله بص اقولك حاجة مهما كاننا الرأي مش هيبه رأي زي رأي جمهور للا اسباب كتير ممكن فنيا وممكن يكون نظرية الحارس انا عارف انا بالي كتير مبلعبش وباجع ترمي في ماتش اجع ترمي بكلمة تترمي بقاش موجود ومرة احطي لقي نفسي بلعب للنادي الاهلي وماتشات مهمة وفي افريقيا وفي الدوري ويخش فيها جون نفسيا بقى ماتش اللي بعده ابي عايز اطلع بكلينشيت يخش فيها جون نفسيا بقى وهكذا ده ولي فهو للأسف مفيش ماتش غير ماتشين او حاجة من التامة الماتشات اللي عبه مثلا اللي فاتت هو اللي طلعب يمكننشي تمام فده يأثر علي نفسيا النموك حارس مفيش اختلاف النعلي دلوقتي لو في امبي النادي الاهلي هيروح يدور عليه وبرمز هيدور عليه والزملك هيدور عليه عشان يجيب عليه لطفي يستخدمه لان علي من احسن الحراس اللي موجودة في مصر تمام مفيش شك في ده بس بالمنطقة اللي انت بتقوله اي حارس هيلعب مع محمد شنوي هيتظل هيتعب هيتظل استحال هيتعب هيتعب طيب نروح للسؤال اللي بعده كابتن احمد فوزي كان رقم كام في قيمة افريقيا 2002 ده حسام غالي يعني حسام غالي طبعا الرقم كان 33 33 طبعا الحاجات دي ما تتنسيش لا طبعا الفاني اللي موجودة متعلقة في ده عبد الرازق ايه رأيك في صفقات الاندية المصرية وخلينا زود عليه وصفقات الاهلي طبعا احنا خلينا نتكلم في الاهلي الاهلي زيها زي زي شتا 2019 اعتقد من احسن الايام اللي حصل فيها انتدابات يتبقى توفيق اللاعبين في النادي تمام نروح للسؤال اللي بعده مين بطل الكاس لا الله يعلم العلمي عند الله بس اعتمنى النادي الاهلي انا ما بحبش توقع ازاك يا كابتن فوزي عاوزين نشوفك كتير عشان حضرتك من شخصات محترمة السؤالي مين هو الحرس العلامي اللي بتحب تشوفه او تتابعه مرسيها ابراهيم بس طبعا دلوقت العلم كله بيحب يتفرج على اوبلاك كورتوها انا عن نفسي بقى مين اوبلاك مين هي حرس المرمى موهبة يعني دايما بنحكم على عيبة الملاكز المختلفة موهبة موهبة بتاعت ربنا اه تلاقي الولد نازل نازل يلعب في الشارع انا عايز افجوه الناس كلها عايز تجيب جون هو الوحيد اللي عايز يوفجوه اه بيبقى مجنون بينزل قائد اه اللي عايز يشيل ناس قدامه بتهاجم هو طبيعي بيبقى قائد فالقيادة بتبقى من اهم العناصر الموجودة في حلس المرمى ايو القيادة وتحمل المسؤولات بتشوفها ازاي وبتقيمها ازاي عند الشناوي لا الله هو اكبر حاجة محترمة حاجة عظيمة رأسي وهادي وعائل وعنده قيادة وعنده صوت وعنده قدرة وانت يلم لعبته وانت يفوقهم دي ميزك بتراهن عالمين في الحراس شباب في النادي الاهلي ان شاء الله مصطفى ان شاء الله مصطفى وخلي بالكو حمزة ده هيبقى جون كبير جدا جدا بس الناس لا اخد تاخد وقت بص عايز اقولك حاجة الناس بتيجي تظلمنا وتقول بعد كده انت قلتوا عليه كويس وما ظهرش لا الرجل ده كويس لما يلعب عمر رضوان عادنا نقول كويس 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 قعد اربع سنين ما بلعبش ومشي بس بقى لما راح لعب تلوقتي الانديها كلها بتكلم نوارت الدنيا كافتنا وشرفتنا في السادسة بشكرك على وجودك معنا بشكر حضراتكم على المتابعة وبكرة مش موجودين معاكم هنقابلكم بقى ان شاء الله يقح حلقة يوم الاربع في السادسة واليوم العالمي بكرة ان شاء الله نتابع وديت الاهلي مع الغامة ونتطمن ان شاء الله على سكوات النادي الاهلي بشكر حضراتكم مرة تانية على المتابعة ونتقابل على كل خير ان شاء الله تحياتي لحضراتكم